سلام المسيح أحبائنا المشاهدين مشاهدي برنامج المرأة المسلمة على قناة الحياة برحب بيكم جميعا في يوم مبارك في اسم ياسوع كل أحبائنا اللي بيشاهدونا على صفحات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون بصلي إنه يكون يمكن النهاردة مليان بفرح الرب وإعلاناته ومعرفة قلبه ليكم النهاردة حلقة النهاردة موضوعها حياتك وحياتك ممكن حد يقول لي يعني ما احنا كل حلقة بتكلمينا فيها أو بنتكلم فيها عن تطبيق عملي في الحياة مع الله فده صحيح لكن النهاردة موضوع الحلقة مباشر لكل فرد وشخصي جدا الحياة مع الله كلها شخصية لو فهمتها صح لكن أنا عايزاكوا تنظروا لموضوع النهاردة على إنه يمكن يكون حكا أنت عمرك ما فكرت فيها بتدقيق في حياتك حياتك أنت وانت شخصية اللي بنعرفه عن أنفسنا اللي بتعرفه عن نفسك أو اللي ما بتعرفوش عن نفسك واللي بتعرفوه عن الله أو اللي ما بتعرفوش عن الله خلينا نشوف عنوان الحلقة عنوان حلقة النهاردة احنا سميناها كده اليوم ونحيا وغدا نموت بنسمعها كتير كلمة بتتقال ممكن تكون بتمثل حاجة أنت عايشها أو أنت عايشها وممكن تكون حاجة أنت بترفضها أو أنت بترفضيها مش كده بس عايزاكوا تركزوا أن الفكرة دي موجودة وموجودة الأسباب اليوم ونحيا وغدا نموت ولكن الحقيقة إيه؟ النقطة الأولانية اللي حنتكلم فيها هل الحياة اللي بنحياها بنحياها لهدف؟ حياتك أنت وانت الشخصية الهدف؟ أو إيه نوع الهدف ده؟ جي منين الهدف ده؟ مصادره إيه؟ النقطة الثالثة حتكون يعني مجملة في الأمر كله إيه هي مقاصد الله في حياتك في حياتي الشخصية؟ وإزاي أوصلها؟ إيه اللي بيقودنا في الحياة؟ في ناس بتعيش مخططة كل شيء في حياتها بالنقطة بالدقيقة عايزين يخططوا كل شيء في حياتهم أديكم مثل يمكن ده مش مثل موجود قوي في العالم العربي لكن مثلا أنا عندي مرات ابني مثلا بتخطط كويس جدا هي موهبتها التخطيط فممكن أقول لها مثلا خططينا الرحلة دي فتروح حطالي كل تفاصيل مثلا أنه السواء من المكان ده للمكان ده لو خدنا الطريق ده أو الطريق ده ده هيبقى 35 دقيقة وده هيبقى 36 دقيقة مثلا يعني تخطيط إلى أقصى درجة في ناس مخهة كده بس هل ده يعني بيأثر على حياتها سلبي ولا إيجابي؟ ده يعني كل واحد مننا نفحص ويشوف ونشوف ربنا عايز يغير فينا إيه؟ في ناس بتخطط تخطيط ده إيه؟ وفي ناس على العكس تماما لا تخطط لشيء أبدا اللهوي بالبركة اللي بعيشه كل دقيقة يعني بتجيب اللي بعدها وادين عايشين مش كده؟ في ناس عايشة كده الوسط بقى هو إنه مثلا إحنا بنخطط لأولادنا هيتعلموا إزاي؟ هيروحوا مدارس إيه؟ يكبروا يدخلوا جامعات إيه؟ إحنا عندنا أمال في حياتهم فبنحط الأمال والتخطيطات في حياتهم اللي إحنا عايزين نعملها دي عشان يوصلوا لهدف معين مثلا إن هو يكون يبقى دكتور ولا مهندس ولا عنده شغلانة كويسة ولا عنده بيزنس يعمل ولينه فلوس ولا مش عارف إيه فالحاجات دي اللي إحنا بنفكر فيها وبنخططها لأولادنا بتأثر على تخطيطاتهم لحياتهم ممكن كمان يا إما الأهالي يكونوا حكماء مثلا ويشوفوا مواهب الإبن أو الإبنة ويغيروا هذه الخطط عشان توازي أو لأ ففي تخطيطات بتبقى محطوطة على حياتنا وإحنا ملناش فيها يعني دخلت مدرسة إيه؟ ما دخلتش مدرسة إيه؟ ساعات كلية إيه؟ ساعات تجوزت مين؟ في حاجات بتخطط لأنا مش كده؟ دي أنواع من يعني أنواع الحياة اللي الناس بتعيشها في الشرق ده عندنا كتير في حاجات كتير بتأثر على مخططات حياتك واختياراتك في الحياة وأمالك في المستقبل وأمالك في المستقبل يكون شكلها إيه؟ فده ساعات بيغطي على إنك أو إنك تفكري في أهداف حياتك يعني مثلاً لما تكون البنت بتتربى في بيت متقلها أنه أنت تكباري وتتجوزي ولازم تتجوزي بنعيلة لازم تتجوزي واحد غاني لازم تتجوزي واحد مؤمن لازم تتجوزي واحد ليه مواصفات اللي حتناسب العيلة مثلاً فيه ناس ما اهمهمش الغنى لكن يهمهم يكون راجل متدين مثلاً يعني فالحاجات اللي بتملأ على البنت في الجواز ساعات بيكون هي عندها أحلام مختلفة وأهداف مختلفة فردوا أنها ما عندهاش هدف تتجوز دلوقتي أو ما عندهاش هدف تتجوز خالص وبعدين تتجوز البنت فيقول لها إحنا هدفنا بقى أن إحنا ربي العيل بالشكل ده وأنا عايز خمس عيال أو عايز عيلين أو مش عايز عيال أو أنا هتجوز عليك فالأحلام والأمال والأهداف كلها بتتلخبط وتدخل في بعضها مش كده ففي مننا ناس كتير في الشرق ما فكروش عمرهم يعملوا خطة لحياتهم خالص ولا عندي يعني إيه هدف الحياة أنا عايشة لولادي أنا عايشة لأربي أخواتي أنا عايشة عشان جوزي أنا عايشة عشان مسؤوليات اجتماعية وفي ناس عندها فكرة اليوم وأحيا وغدا أموت أنا عايشة عشان نفسي أنا عايشة عشان نفسي هعيش حياتي بالطول والعرض وبقى مبسوط وكده وبقى كويس وبقى لطيف مع الناس وساعد الناس وكل حاجة لكن الحياة أنا مركزها أنا بقرة حموت حموت عارفين إن إحنا كمان الناس اللي عندهم خلفية إيمانية أو عندهم اشتياط لأنهم يكون عندهم معرفة بالله سواء كنت من خلفية إسلامية أو كنت من خلفية مسيحية ساعات لما ما تعرفش مقاصد الله في حياتك ولما ما تعرفش فكرة الله من ناحيتك زي ما تعلمنا في الإسلام مثلا أنت عايش مع إله بيحسب لك كل حاجة بالخطوة فوإحنا مسلمين الواحد كان بيزهق يعني يقول لك خلاص بقى يعني وأنا دلوقتي عيش يومين وبعدين بعد كده أتوب مش كده تعرفوا إنه مثلا الشيخ عبدالله رجدي مرة في واحدة من الحاجات اليوتوبات اللي بيطلع علينا بها دي كان قبل رمضان السنة دي قال إيه قال له يعني يا أخي بس يعني لم نفسك في رمضان واعمل كويس وصلي كويس وصوم كويس وزكي كويس وبعدين رمضان بس يعني وبعدين يبقى يعني فكرة إنه إيه أعمل اللازم علشان معظم الناس بيفكروا كده اليوم أحياء وغدا أموت مش كده مثل تاني عايزة ديهولكو قبل ما ندخل بقى في لب الحلقة تعرفوا إنه في الغرب في المدارس وفي الجامعات بيطلبوا من الأطفال إنه هما يضعوا خطة للحياة لمدة خمس سنين بعدين عشر سنين وبعدين خمستاشر سنة يبتدوا كده مثلا من الإعدادي والسنوي وفي الجامعة بيبقى ليها يعني أشكال تانية أنا مكنتش عارف كده لكن اتعلمت كده من ولادي أما يقولوا للطفل أنت في الخمس سنين اللي جاية كده بص المستقبلك وقول أنا نفسي أعمل إيه وعشان أعمل ده هاوصل لإيه هو تفكير بيخلي الطفل يفكر أنا عندي أمال في الحياة إيه إيه الأدوات اللي أقدر أستخدمها عشان أنمو فيفعل الأدوات دي في حياته عشان يوصل للهدف الإنسان لا يستطيع أنه يحيى بلا هدف ويكون مثمر ويوصل لحاجة دايما تلاقيه ضاء صلطة بقى حياتك تبقى صلطة وتبقى ماشي في دوائل مفرغة فعشان كده في الغرب بيهتموا أنه هم ينموا الفكرة دي في حياة الإنسان وده بينعكس على الشخص نفسه ففيه شخص يقول لك أنا عشر سنين هكون دخلت الكلية الفلانية وتخرجت وعايز أتجوز في السن الفلاني وعايز أخلف عيال في السن الفلاني عندهم خطة كده مش كده لكن الإنسان الروحي دايما أهدافه تكون مرتبطة بالله فحتى ده حتى فكرة التخطيط وفكرة أنه في حياتك لازم يكون هدف دي فكرة كتابية يعني بوليس الرسول قال أنه هو يسعى نحو الهدف بس مش الهدف بتاع الخمستاشر سنة ويسعى نحو الهدف بتاع الأبدية فإنك تفكر أنت عندك هدف في الحياة وهذا الهدف هو هدف الله في حياتك ولا لأ ده يخليك ناظر لشيء تتطلع لي وتصبو أنك تحققه وفي الطريق بتتعلم وتنمو وتتغير وتكبر فالسؤال هل أنت وإنتي النهاردة بتعيشوا الهدف وكل واحد يسأل السؤال لنفسه وهل طريقة وأسلوب حياتك وإيمانك يوصلك لهذا الهدف ولا لأ الأدوات 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 اللي عندك في حياتك توصلك للهدف ولا يعني هتضلك عن الطريق اللي أنت قلبك عايز يوصله وهل الله يستطيع أنه يغير قلبك وفكرك فيوصلك لمرحلة أعمق وأفضل من اللي أنت بتفكر فيها أيها أنا سألت السؤال ده على الصفحات التواصل الاجتماعي سألت أنه إيه هدفك الأسمى في الحياة طبعا خدت هجوم واشتيمة بس إلا في واحدة عابرة كتبتلي قالتلي أنا هدفي أني أكون خدمة للرب البنت دي عابرة عايزة قلبها تحول نحي الله نحو الله فبقت عايزة تعيش معاه بطريقته وعايزة يكون الله جزء من حياتها والخادم يكرس حياته للرب لكن يعني في أكتر من أنه هدف حياتك يكون خدمة الرب فقط في هدف أهم اللي هو الهدف اللي عايزه الله في حياتك وهنتكلم في ده كل واحد مننا بيسأل نفسه يعني في يوم من الأيام أو مرحلة من المراحل في الحياة يقول أنا لماذا خلقت وأنا عايش ليه أنا سألت نفسي السؤال ده وأنا مسلمة وأنا صغيرة كنت بسأل نفسي أنا عايشة ليه أنت ربنا خلقني ليه وقلت لكم الكلام ده كتير كنت فاكرة أن أنا يعني زيادة عدد الإسلام بيعلمنا أن إحنا يعني كلنا عبيد وكلنا مجموعة وأنه الإنسان لا يستطيع أنه يجد تميز في العلاقة مع الله بشكل شخصي ينطبع عليه وخصوصا أن أنت أما تكوني واحدة ستة فده أكتر يعني فأنا كنت بسأل نفسي أنا عايشة ليه أنا عن نفسي الخبرة الشخصية هقولها لكم يمكن في ثلاث جمل أنا وجدت يعني أن أهدافي أو وجدت أهدافي اللي أنا عايشاها النهاردة على مراحل نموه مختلفة سبب وجودي لقيته في المسيح لأنه عرفت لأنه أحبني اخترني عد أمامي طريق فحبيته فعرفت أنه هو سبب وجودي لكن كيف أحيا معه عشتها على سنين طويلة وغلطت كتير وقعت كتير وانكسرت كتير وأهدافي يعني اطلخبطت كتير سنين طويلة من الإعداد كلما التسقت بيه كلما فهمت وعرفت أكتر وبعدين بقى السؤال لمن أحيا لولادي لعلتي للخدمة مسئوليتي لكلمة الله ولا أحيا لمن أحبني الخدمة والمجتمع وكل دي يعني أمور موجودة في حياتنا تحصل من خلال الله ومن خلال علاقتك بالله وهقول تفاصيل تانية في الموضوع بس خليني أقول لكم قصة هتفتح يمكن عينيكم زي ما فتحت عيني على ليه أنا ربنا سقلني أعمل الحلقة دي عندي صديقة وجوزها هما الزوج أسيس وزوجتي خدمة وصحبته خدمة لا يا جماعة أنا لخبطت الدنيا زوجها أسيس وهي خدمة صحبتي لكن الحقيقة أن الاتنين كانوا عايشين طريقين مختلفين وأهداف مختلفة الأسيس مسؤول عن الكنيسة ومسؤول عن الرعية وعايش يعني إيه في الأول كانت أهدافه كلها أنه هو عايز يكون خادم عايز يخدم ربنا ولكن في الطريق ربنا ما بقاش هو اللي بيقود كل أفكاره بقت أفكاره نبعة منه وطريقته وإعداده واسلوبه حاد عن الطريق مش ساب الرب ولا أي حاجة ولكن بقت أفكاره هي المركز وشخصه وشهرته والكلام ده كله بقى هو المركز أما صديقتي فلأنها كانت خدمة متضعة جدا كان كل هدفها أنها تعرف قلب الله في يوم من الأيام حصل الحديث ده والحديث ده هو اللي خلاني النهاردة بعمل الحلقة دي وصدمني جدا النقاش اللي كان بينهم بتقوله أنه فلان الفلاني حياته محتاجة أنه يعرف الله بعمق أكبر علشان يقدر يوصل لأنه يشوف الله ويشوف محبة الله في حياته بشكل أفضل فالرد كان صادم جدا قال لها هو أنت فاكرة إن إحنا عايشين بس علشان في الآخر نروح السماء ونشوف الله فقالت له أين أنا شايفة كده فقال لها لأ الأمر أكبر من كده بكتير وده كان رد صادم جدا لي هل ممكن وإحنا بنخدم وإحنا في الطريق الشيطان يخلي رجلك تحيد عن الهدف هو غلطان وكلامه مش كتابي لكن المشكلة مش في كلام فرد المشكلة إنه هذا الفرد هو الكثير مننا عندما تحيد عيوننا عن الله وعن كلمة الله وعن أهداف الله وعن خطة الله اللي ربنا عايزها ممكن ده يتغير عشان كده أنا قررت النهاردة إن أنا أضع أمامكم الأفكار دي وكل واحد مننا يفحص نفسه ويفحص قلبه هل ممكن إننا نبتدي الطريق صح وتنحز أرجلنا عنه صح في حاجات بتشتتنا وأختارها على الخادم والخدام والناس اللي عايزين يكونوا موجودين في خدمة المسيح هي الذات الأنا فبدل ما يبقى أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا بأحيا أنا والمسيح معايا بردو لازم ننتبه لإن دي من خطط الشيطان والضربات الكبيرة اللي بتضرب الخدام وقبل الكسر بيقول إيه الكتاب قبل الكسر يأتي الكبرياء والكبرياء هو إنك تشيل الله من المركز وتحط نفسك أنت المركز في مثالين مهمين عايزة أقول لكم عليهم المسيح اتكلم فيهم في إنجيل متة خمسة وعشرين المسيح بيقول كده للناس بيقول تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسيقيتموني كنت غريب فأويتموني عريان فكسوتموني مريض فزرتموني محبوس فأتيتم إلي فيجيب الأبرار حينئذ ويقولوا بقى يا رب ما ترأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشان فسقيناك ما ترأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسأوناك ما ترأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك ملك الملوك ويقول الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم المثل ده مثل رائع عن العطاء وعن أنه الإنسان المؤمن الحقيقي ابن الله اللي الله يقول له يا مباركي أبي يعني يا أولاد الآب أنتو يا أولاد الله المباركين بيكلمهم كده أنه الإنسان ده طبيعي أنه يكون عايش في المجتمع عنده أهداف في الخدمة عنده عطاء عنده يعني مشاركة وكل حاجة أبناء الله مش عايشين معزولين في صوامع فقط لا لكن هما كمان على الأرض بس عايشين المثل ده في حاجة تانية أنا شايفها أنه الناس دول اللي كانوا عايشين مع المسيح تطبعوا بقلب المسيح ده اللي الله عايزك تعيشه أنه قلب المسيح يبقى جواك ويبقى فيك ويبقى واضح فيك فما تحسش أن أنت بتعمل خدمة نفسك فيها لأنه كان من أجل المسيح فما كانوش هما عامل في الموضوع هما كانوا موصل جيد لمحبة الله فقط كون موصل جيد لكلمة الله لمحبة الله لعمل الله مش هتكون أنت المركز فالمثل ده مهم مش عشان تتعلم تأكل وتشرب ولكن علشان ذاتك اللي فيك الشخص ده الأنا الكبرياء يروح وتبقى تقول في أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيه المساد التاني في إنجيل أو في أماكن تانية كتير في الكتاب المقدس بيتكلم عن المسيح بيقول كده أنه اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فأقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب فابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيبكم لا أعرفكم من أين أنتم حين إذن تبتدؤون وتقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا هيقولوله يا رب ما أنت كنت معانا على الأرض ده أنت جت لنا عشان تفدينا وإحنا كنا شايفينك وعارفينك وكل حاجة عارفين ده إيه ده ممكن يبقى أنت وأنا ما إحنا كنا في الكنيسة يا رب ونروح كل أسبوع ونتناول وكل حاجة ونحضر كل الاجتماعات فشوفوا بقى الرد الملك حيقوله اللي حيكون مخيف ومرعب جدا لأنه مخيف هو الوقوع بين يدي الرب حيقولهم إيه أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم تبعدوا عني يا جميع فعالي في ناس هتيجي تقوله كده وفي ناس في آيات تانية هقولوله يا رب بإسمك أخرج نشاطين يا رب بإسمك بإسمك شفينا مرضى يا رب بإسمك عملنا كده أيوة أنت قلت بإسم يسوع المسيح وقوة الله عملت لكن قلبك لم يكن ملكي فحيقولك إيه ابعدوا عني يا ملعين فإني لا أعرفكم كلمة لا أعرفكم كلمة يجب إنها تكون كلمة مهمة جدا الله هنا في الآيات دي بيقولك هدف قلبه ليك يعني إيه الله عايز يعرفك وعايزك تعرفه حنندهش في يوم من الأيام وإحنا وقفينه قدام ربنا لما نعرف حقيقة اللي كنا بنعمله بنعمله ليه ولا بنعمله لينا وبنعمله ليه كتاب المقدس بيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة مش إننا نرتعب من الله ولكن الحقيقة من أنفسنا أنا بقولك هون إنه لازم نكون خايفين من إنه الشيطان يضحك علينا ويخدعنا ويخلينا نركز على نفسنا تمم خلاصك بإنك تكون ملتصق بالله الله مش عايزك تترعب منه مش عايز يخوفك لكن عايز يقولك إنه تمم خلاصك بإنك تخاف تكون في خطية لإنها تفصلك عن قدسة الله خلينا نسأل سؤال مهم لماذا خلقنا الله ده مفتاح لإننا نواجه أنفسنا النهاردة أنا بكلم بقى دلوقتي فريقين من الناس أو نوعين من الناس النوع الأول أخواتي المسلمين اللي هم أهلي واللي أنا منكم اللي بيقودوا الفكر الإسلامي واللي عايش لأهداف كلها مرتبطة بالفكر الإسلامي والنوع الثاني هم المؤمنين المسيحيين المسيحيين الإسميين المؤمنين اللي عايشين مكرسين لله أنا بكلم كنتم اللي بياخدكم فكرة الله في المسيح خليني الأول أتكلم عن الجزء الإسلامي وبعدين نتكلم عن كيف يحقق الله ده في حياتنا وإيه الحاجات اللي الروح القدس النهاردة بيميزها وبيعلم عليها علشان خاطر ننتبه لها في سورة الذاريات بيقول كده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهو ما تسأل أي حد في الإسلاميات الناس مخلوين ليه فيقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة هي هدف الخلق نشوف بقى الشعراوي بيقول لنا إيه في موضوع هدف الله من خلق الإنسان شوف الفيديو الأولاني إياك نعبد يعني مش هنعبد غيرك نعبد دي مصريتها الخضوع قول الله وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى علة الخلق إيه العبادة وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تحط في معيال الأتقى من هؤلاء يبقى كمة الأتقى يبقى من الذي حقق العبادية المرادة لله في خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم خلينا نفكر كده في الكلام اللي قال وهو قال إنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى العبادة هو الهدف النقطة التانية المهمة اللي قالها إنه العبادة مظهريتها الخضوع إنك تكون خاضع للي بتعبده صح الفيديو ده فيه أفكار مهمة قوي شكل الكلام ممكن يكون كويس لكن فحوى الكلام مش كويسة أبدا ومش حقيقية أبدا لأنه الإنسان خلق ليعبد الله هو بيقول كده خلق ليعبد الله مش يستعبد لله تبقى عبد يعني في أجزاء كتيرة من شرحه لهذا الأمر بيقول إنه أنت تبقى عبد لو ما كنتش من المؤمنين تبقى عبد من العبيد لكن أنت تبقى عابد أو أو متعبد لو كنت مؤمن بتعبد الله مش العبادة من العبودية العبادة من عبادة الله ماشي خلص كلام كويس هو كده قريدي ميز بين الناس اللي برا والناس اللي جوه خلص لكن الحاجة مهمة قوي إنه دائما هناك يعني كان بيحاول يقول للناس إن الله خلانا نعبده في نظرهم علشان خصص نفسه بالعبادة عشان ما تعبدش حد تاني يعني الناس ماشية كل ما تشوف حد حسن منهم هتعبده يعني أنا ممكن يعجبني مثلا واحدة تكون عندها مثلا كاتبة شهيرة تعلمت منها حاجة روح عبودها هو ده منطق يعني يعني فهو بيقول إنه الله خصص نفسه وميز الموضوع ده علشان ما نعبدش غيره ونعبده هو بس مش هو محتاجها منطق عقيم عقيم لأنه الله فعلا مش محتاج العبادة هو بيقول كتنزه عن العبادة ومش عارف إيه ومش محتاجها هو بس يعني المفروض إن انت تعبده علشان انت بتحبه بس حتى العبادة دي أنواع والأنواع العبادة اللي موجودة هتكلم عليها معاكم بعد دقايق لكن خليني أشوف يعني النقطة اللي قالها بعد كده المفجعة بقى قالك إن انت اللحظت واحد بس هو الأطقى والأكرم والمتميز طلع محمد لأنه قصد الخلقة كلها محمد هو بقى إيه مقياس التقوى فيبقى مين اللي حق العبادة الأعلى في العالم كله طلع محمد وانت بقى عليك إن انت تبقى زي محمد وهذه هي من أهم وأكبر مشاكل الإسلام هو كده مش بس حط محمد كما سليك هو دايما الإسلام عايزك تمشي ورا قائد دايما فلما محمد مش موجود بيخليك تمشي ورا التانيين كلهم اللي رضي الله عنهم برضو يعني خلي ديف بالك إنه دايما الإسلام عايزك تمشي ورا قائد فإيه تبقى ما بتفكرش وماشي ورا بس لكن هو هنا حط محمد في مكانة العبادة أيضا قربوا من إن قال له علشان كده المسلمين دايما متلخبطين وبعدين بقى نشوف الفيديو اللي بعد ده وشوف حيقول إيه عن محمد فضل محمد صلى الله عليه وسلم إذن فالذي يقول غاية الخلق كله محمد إلا أنه هو اللي حيمثل العبادية المرادة لله فإذا جئنا لنقارن أكرمية وأتقى في الأنبياء نجد من القمة محمد يبقى إذن العلة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يحقق العبادية المسلمة المرجوة الكلام ده في منتهى الخطورة إذا كان محمد هو يعني الأطقى والأكرم وده كله وبقى هو يعني لب الخلق كله هو العلة في الخلق محمد العلة في الخلق وقعد استناء ألاف السنين على بال ما خلقه وهو العلة في الخلق أنا مش هتكلم بس عن يعني نهيكم عن أخلاق محمد والطريقة اللي عايش بيها وإنجازاته اللي احنا شايفينها على الأرض والليس هنشوفها يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي عندما يكون محمد هو العلة في الخلق فربنا يعني قريدي أليه أو إلههم عملوا يعني شبه إله وعندكم يعني الكثير من اللي اتكلمنا فيه في الإسلام اللي بيوريك مكانة محمد اللي هي أعظم من الله في الإسلام لكن أن أنت تنظر لمحمد ويبقى هو اللي مسلك في العبادة يعني سؤال لو هو محمد هو المثل الأعلى في العبادة وتحققت كل المطلوب اللي الله عايزه في العبادة فيه طب خلق الباقي ليه يعني إيه همية اللي انت هتقدمه لما هو ربنا خد كل اللي هو عايزه من محمد بس فانت هتتمثل به فلما تيجي بقى تتمثل به وتحقق العبادات اللي هو اتكلم عليه هو اللي بيحقق العبادة المثلة لله انت هتعمل ايه يعني هتعيش ازاي ازاي محمد حقق الصورة دي المثلة في حياته عارفين تعلمنا كانوا يقولون كده العمل عبادة النوم عبادة وبعدين بعد كده لما ابتدينا نكبر ونقرأ بقت مداجعة الزوجة عبادة وطاعة شايفين انواع العبادة الخوف عبادة الجهاد انه يعني قلتها بيقولولي حاجة تانية عبادة قلتها مداجعة الزوجة عبادة المهم انه هل محمد اللي انت بتبصله ده ينفع يكون مثل ليك في العبادة والتواصل مع الله هل الاهداف اللي انت استلمتها من الاسلام والادوات اللي انت استلمتها من الاسلام تؤهلك انه انت تكون عايش حياة هدفها يوصلك الله على فكرة اللي بقوله ده دلوقتي حيوصلك لاهداف تانية خالص فهيبقى هدفك انك تشتغل تتعلم تتجوز تروح تجاهد تقوم بالامور الحياتية اليومية اللي بيعملها المسيحي برضو اللي بيعملها المؤمن برضو بس الجهاد لا احنا بنعيش الحياة فعلا ولكنها ليست هي المقصد الله هو المقصد بس هيوصلك الطريق ده ازاي مش هي دي العبادة مش هي دي العبادة والتقرب من الله خلينا نشوف اما يتكلم عن انه الخوف نوع من انواع العبادة انا عملتلكم حلقة من كام شعر اسمها الخوف مصيادة الشيطان وحتلاقوا فيها الادوات دي كلها وكلام في الموضوع ده كيف تكون عبادة الله مصدرها او احد ادواتها المهمة جدا المرتفعة جدا اللي هيكون تديه لك جنتان الخوف تفضل حديث اليكم في هذه الدقائق حول عبادة عظيمة هذه العبادة اثنى الله على اهلها ووعدهم بالثواب العظيم يقول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ يعطيه الله لكن الخوف هو أداة من أدوات الشيطان فلا يمكن يكون المتكلم في القرآن أو عن طريق محمد إلا الشيطان نفسه اللي بيدي أدواته المهمة الشيطان عايز الناس تخاف منه عايزك تعيش مرعوب لأن الخوف يقيدك عن أنك تقترب من معرفة الله الحقيقي الإسلام يقيد كل شيء في حياة المسلم فيبقى أهدافك اللي بتتبني في حياتك كلها مبنية على هذا الفكر العقيم اللي هنشوف بقى لما ينزل يعني يتدرج من أنه أنت عايز تعيش حياتك تبقى كويس وترضي ربنا في أنك تعامل الناس كويس وتزكي وتصلي وتصوم وتعمل الفروض ومش عارف إيه في الآخر الهدف الأسمى للإسلام هو أنه كلمة الله اللي تبقى العليا وأنه العالم كله يبقى لهذا الإله فهيخليك تتكلم زي الشيخ اللي جاي ده خلينا نشوف الفيديو اللي جاي نحن عندما نعمل في النهاية في النهاية الدنيا كلها هذه ليست هي همنا همنا الآخرة فإن تحققت النتيجة في الدنيا فلنا الحسنيين الدنيا والآخرة وإن لم تتحقق في الدنيا فالآخرة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لنا فإذن مهما خسرنا مهما خسرنا فالعاقبة للمؤمنين النتيجة النهائية للمؤمنين لأن معارك الدنيا هذه مؤقتة لكن الله سبحانه وتعالى وعدنا إن تنصروا الله ينصركم فوعدنا في الدنيا هذه الخلاصة بقى إن تنصروا الله ينصركم وهو ابتدى الفيديو بإيه نحن عندما نعمل في النهاية في الدنيا دي يعني إيه همنا إيه هتحقق إيه عيش بقى للفكرة الأخيرة الشيوخ الإسلام وقانون الإسلام يوجه فكرك إلى فكرة الجهاد والحرب لهذا الإله وقتل النفس وقتل أنفس الآخرين ده صوت مسموع وموجود وشفناه وبنشوفه كل يوم ومازال في حياتنا كل يوم الآخرة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لنا هو ده كلام برضو لازم إيه ننتبه له لأنه مش معنى إنه يقول جملة زي كده إنه الآخرة هي الحياة الحقيقية بالنسبة لنا المسيحين بيقولوا كده كمان بس مش نفس المعنى ومش نفس الحياة ومش نفس الأدوات ومش نفس الأهداف لأن الإنسان المؤمن يعيش من الله من هنا إلى الأبدية مش هنستنى لما نعيش في الأبدية لا هو من هنا إلى الأبدية شوف الفيديو التاني اللي بيكلم فيه عن إنه إزاي تشجع الناس إنه هم يعيشوا هذه الأهداف الإسلامية تفضل أنا ما عندي أدنى شك أن هذه الأمة ستنتصر وسصبح أمريكا وروسيا والصير كلها بيد المسلمين لا تشكوا الصحابة رضوان الله عليهم تعلقوا بهذا الأمل ما كان عندهم شك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن روما ما كانوا يشكوا كانوا يقولوا واحد منهم يقول يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هراق للقسطنطينية فتحت القسطنطينية هي الآن بيد المسلمين بقي روما وهي قادمة فإياكم أن تستسلموا لهذا الواقع الأليم الذي نعيش بل تعلم كلما اقترب المسلم من إله الإسلام كلما اقترب من هذا الفكر دي ما فيهاش أي نقاش لأنه هتبقى عايز توصل للهدف الأسمى لهذا الإله وهذا هو الهدف الأسمى ودايما يحطوا قادة زي دول على فكرة في الفيديو ده هو أتكلم على أنه يجب أن نشجع ويجب أن نتعلم إزاي نقود الناس لهذا الفكر يعني واحد قاعد بيعلم الناس إزاي يعلمه الناس يعملوا حرب علشان الهدف الأسمى وعين يختم الفيديو ويقولك هذا الواقع المرير الذي نعيشه محضرتك لو بصيت للواقع المرير اللي أنت بتعيشه ده ولقيت نفسك يعني ممكن تغير حاجة في بلدك في مجتمعك في فعلتك تغير تعمل شيء يعني ينتج شيء للمجتمع بدل ما تفكر أنك تهاجم الناس اللي بينتجوا كل ما هو يعني كل حاجات اللي أنت عايش فيها وبتستخدمها فنروح نقتلهم ونكمل بقى الفكر الإسلامي كلما اقترب المسلم من إله الإسلام كلما تحولت أهدافه إلى نصرة هذا الإله الذي لا يرتوي إلا بالدم فكرة النهاردة نعيش وبكرة نمودي علشان الناس كمان فيه الناس الطبيعية اللي يعني مش عايزة تعيش هذا الفكر مش قادرة تقبل هذا الفكر يقول لك خلاص بقى خليني يعني عايشني النهاردة وموتني بكرة وخلاص بس الفكرة دي كمان قبل يعني ما نسيبها لازم عايزة أقولك حاجة أنه أنت النهاردة لو بتفكر أعيش يومي اللي خلفية ده إيه حقي نفسي اللي أنا عايزه اللي أنا عايزاه اللي أنا مستريح له اللي أنا استحقه إنجازاتي اللي أنا عملته وقتي تعبي على فكرة دي مشكلة كبيرة عند كل الناس كلنا بنروح بصين لنفسنا الأول أنا قدمت كتير لعيلتي للمجتمع أنا عملت كتير في الجوازة دي أنا عملت كتير عشان أصلح كذا أو أعمل كذا دايما ننظر يعني لأنفسنا وكمان ساعات نبص لربنا كده نقول لي يا رب أنا عملت كتير في الموضوع ده قوي وإنت مساعدتنيش فعندنا الجراء نكلم ربنا كده ساعات ونشوف الموضوع من هذا المنطق أنا تعبت أنا مثلا أيوب بكل ما مر بي من يعني الألام اللي مر بيها أيوب اشتك اشتك أنا عملت إيه رب قال اشتك أنا عملت إيه ففتكر أنه يعني عنده حاجة يقدمها لله فشوف بقى الله لما يقعد إصحاحات يقول له أين كنت لما لما أنا عملت كذا أنت إزاي بتتكلم وأنا اللي عملت ده كله وأنا اللي إديتك ده كله الله يتكلم عن يعني عظمته فأيوب سكت مقدرش يتكلم في في أرمية تسعة بيقول الكتاب كده هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغنابل بهذا ليفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض لأني بهذه أسر يقول الرب عايزاكوا تركزوا على الآية الأخيرة بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض لأني بهذه أسر يقول الرب الله عايزنا نعرفه عايزنا نعرفه علشان تعرفه تعرف شخصه تعرف قلبه تعرف قدسته فتستطيع أنك تكون مستخدم لمجده مزمور 53 شايفين الفرق بس في الآيات دي الفرق أنه كبرياء الإنسان وقلب الله ما تكبرش علي أنا عايزك تعرفني عشان أبركك فربنا في مزمور 53 بيقول كده قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا رجاسة ليس من يعمل صلاحا الله من السماء أشرف على باني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله كلهم قد ارتدوا معا فسدوا وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ربنا بس كده قال الله من السماء أشرف على باني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الملك داود في الكثير من ما تكلم به كان يقوله وجهك يا رب أطلب واحدة أطلب أني أعيش مع الله في بيت الرب أسكن خلينا نتكلم عن أهداف الله في حياة أبنائه هل الله خلق أخلقك الهدف الكتاب المقدس بيعلمنا أننا خلقنا لمجده لنمجده ونكون على علاقة مباشرة معه وعلاقة مستمرة أيضا خليني قبل ما عدي كده الكلام ده كلام كبير أنا عايزة أقف أحطي لكم شرح لكلمة يعني إيه خلقنا لمجده يعني إيه؟ يعني إيه مجد الله في آية في أشعية بيقول كده بيقول كده في أشعية 6 بيقول السرافيم وقفون فوقه لكل واحد كان بيتكلم عن المكان اللي كان واقف فيه أشعية والله إداله رؤية وشايف السرافيم وقفين وأجنحتهم وكده وهذا نادى السرافيم الملايكة يعني بينادوا بينادوا على بعض ويقولوا كده قدوس 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 رب الجنود مجده ملأ كل الأرض ممكن تتخيل إنه هو مثلا إيه قدوس 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 رب الجنود بينادوا على بعض يعني بيصوتهم بيسبحوا يعني دي التسبيح اللي كان بترق الأرض في الوقت ده الملايكة بيقولوا كدوس قدوس قدوس رب الجنود فبدل يعني الواحد يتوقع أنه ممكن يقول إيه وقدسته ملء كل الأرض لكن أنا سمعت يعني تفسير لمس قلبي جدا إنه الله القدوس زي ما بيقولك كنوا قدسين زي ما أنا قدوس كده عايز يعلمك معنى القداسة القداسة الله تفصله عن الكل ترفعه عن الكل تميزه عن الكل كاملة بالكامل لكن المجد هو إنعكاس هذه القداسة في الأرض وإنعكاس هذه القداسة في حياتنا عندما تكون لك علاقة مستمرة بالله وفهم لقلب الله يخليك ده يغير حياتك من إنك تبقى يعني إنسان عايش لنفسك إلى إنك تكون إنسان عايش بفكرة الله وإرشاده في كل شيء فإنعكس عليك مجده لما موسى قعد أمام الله نزل منور على فكرة المجد أيضا بيتشاف في صورة نور بيتشاف في صورة لمعان بيتشاف في الطبيعة ينظر يقولك المجد يرى ينظر المجد ينظر فلما موسى قعد في حضرة الله في محضر الله كان طالع منور لازم يغطي وشه من قدر النور التشبع به مش شكلا فقط ولكن قلبا أيضا ده المجد اللي ربنا عايزك تهيشه تكون ابنه شبهه فيقدسك في الطريق والقداسة تنتج مجد يعطى لله مش ليك لأن ساعتها مش هتبقى أنت موجود في القصة لكن شوفوا لما الله يكلمنا عن هو عايز مننا يخلينا نشوف غلطية أربعة بيقول كده ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولود تحت النموس الله بيقترب مننا يفتدي الذين تحت النموس لننال التبني عشان رفعنا من أننا نبقى بشر عايشين تحت الخطيئة إلى أننا نكون أبناء مخلصين به ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم نوع الروح القدس بيعيش فينا صاريخا يا أبا القاب بقيتوا أبناء لله إذ لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فأنت فوارث لله بالمسيح هذا هو الفرق بين الإسلام والمسيحية إن احنا عمرنا ما هنكون عبيد لله نحن أبناء الله أبناء لله والابن يقعد جوه البيت العبد يبقى بره شوف الآية اللي بعد كده بقيت غلط يا ربعا وركز في الحتة دي لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله لما كنتش تعرفوه استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة اللي هم آلهة الإسلام الشيطان وكل من يأتي من بعده ومحمد بقى والقادة كل دول يستعبدوكم بالخطيئة وبالفكر الخاطئ عن الله لكن دلوقتي وأما الآن إذا عرفتم الله إذا اخترت أنك تعرف الله أو إذا كنت بتعرف الله النهاردة كابن كابنة كعابر كعابرة بل بالحري وأما الآن إذا عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدين أن تستعبدوا لها من جديد عايز أقول لك حاجة أما الكتاب بيقول إن الله من قبل يقول كده من قبل أن صورتك في البطن عرفتك الله عارفك وميزك ومختارك وأعد ليك مكان من قبل أن تتولد على الأقل لكن المعرفة التانية بقى اللي الله عايزك تعرف أنه أنت تعرف وهو يعرفك إنك لما تكون في محضره ولما تكون في كلمته ولما تكون في حديث متواصل معاه فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه الروح القدس اللي هو الدهالك والمسيح اللي أنت عايش معاه كل يوم ده يعني حديث دائم متواصل فكر متصل بكل ما يردي المسيح بكل ما ينعكس عليك أنت فالناس تبصوا تقول أنا شايف فيك حلاوة أنا معرفهاش إيه إيه اللي أنا شايفه فيك ده فتقول المسيح مش أنا يا خدام الرب لما الرب يديك كلمة والناس تقولك الله قوله المسيح مش أنا عشان لو الله دي بتاعتك خليها لك نشوف الآية اللي بعد كده فليبي 3 أنا عايزكم تسمعوا الآية دي كويس بل أني ده بولس الرسول بقى بيتكلم عن أنه يعني كل كل حد عنده حاجات في العالم ممكن يفتخر بيها يعني في الإصحاح من أوله بولس الرسول بيقول يعني إذا أنت اللي عايز يفتخر بالجسد عندنا افتخرات كتير ممكن أفتخرها بالجسد أنا كنت وكنت 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 ممكن أفتخر بكل ده بس بيقول كده بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل شيء ولا يهمني هو مش بيقول أني خسرت في حاسس بواجع الخسارة لا بيقول ده ما بقاش موجود في حياتي وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه وليس ليه بر الذي من النموس بل الذي بالإيمان البر الذي من الله بالإيمان لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه الآيات اللي بحطها أمامكم النهار ده دي معطاة من الله ليكم عندما يكون هدف حياتك وشهوة قلبك أن تعرف الله وأن تعرف من الله حياتك هتتغير بالكامل كل ما هو مسئولياتك هتكون مسئوليات الله أيضا إحنا ساعات نخش في علاقة مع الله ونوقف كده ونقوله إيه طب بسمع ليش يا رب النهار ده أنا لازم أقضي ده روح العيال والمدرسة والمش عارف إيه والطبيق وجوزي والمشكلة دي والخدمة دي ومش عارف إيه لو عايز تفضل تعيش عندك أهداف على جنب مش حينفع ما ينفعش تعيش حياتين لكن الله النهار ده بيقولك خلي هدفك أنك تعرفني وأنك تعرف أني أعرفك وأنك متميز عندي علشان أقدر أعيش معاك الحياة وشيل المسئوليات معاك خليني أرجع لقصة صاحبتي ونسأل نفسنا هل هدف الحياة ممكن يكون غير أنك في الآخر أو في بداية الأبدية هتكون دي بداية الأبدية يكون هدفك أنك تكون في محضر الله أني أرى وجهك صحيح يا رب أنت ترتب يعني مائدة قدامي وأنا هنا وإني أرى يعني جود الرب في أرض الأحياء لكن كل الحاجات الأرضية والأهداف الأرضية دي موجودة وربنا بيديها لك وهيديها لك وعايزك تبقى مبسوط ربنا مش عايزك تعيش في تقشف واللي حاجة إلي إذا قال لك عايز في تقشف يعني لكن هو عايزك تبقى مبسوط بس عايز يعرف أنه هدفك أنك تعرفه ولو عرفته هيقدسك وتكون زيه صحبتي ده كان هدفها وجوزها حاد عن الهدف والرب يعيده أو الرب أعاده لكن دي قصة مثل مش كده اوعى تحيد عن الهدف عايز أديكم يعني علامات بسيطة لإزاي الإنسان يعرف إذا كان هدفه في الحياة مع المسيح تغير أو مش موجود أو يعني خرج عن اللي المفروض يكون إزاي تعرف أنك على الطريق الصحيح في علامات أنك ممكن مثلا العلامات اللي هقولها لك دي بتقول أن أنت ما تعرفش أهدافك في الحياة أول علامة مهمة جدا أنك تعرفها أنك تكون عايش في خطيئة بلا توبة اللي عايش في الخطيئة لا يستطيع أنه يكون عايش لأهداف الله ما تعيش في خطيئة قدم توبة وروح للرب وقول له رب أنا عايز النهاردة أهدافي تبقى معرفتك من يعرف الله ما قدرش يعيش في خطيئة أو أنك تكون دايما حزين ومكتئب يعني مش رادي يعني ما انتاش قادر تقول أنه المسيح هو كفايتي أما الله يقول تكفيك نعمتي أنت ما تقدرش تحس دي لو أنت حزين ومكتئب دايما في حاجة نقصة في اعتمادك على الله أو فاهمك لقلب الله لك أو أنك تكون عايش للعيشة واللي عايشينها وخلاص ما عندكش هدف ده بيقول أن أنت ما عندكش هدف مهددة في حياتك عايش وخلاص اليوم بيوم باشتغل للشغل بروح الشغل عشان أجيب الأكل وخلاص لكن حتى وانت في الشغل اللي بتجيب منه الأكل هناك هدف لوجودك هناك من الله الله يستخدمك في كل مكان هو يحطك فيه لكن انت لو فصلت دي عن الله هتبقى أهدافك مش محددة أو أن كل أهدافك تبقى مادية وأردية زي ما الإسلام بيعلم الأكل الشرب الجواز مش عارف إيه الجهاد أنك تكسب الأرض يعني عايزين الصين وأمريكا ومش عارف إيه ربنا ولا عايز الصين ولا أمريكا ولا أي حاجة وربنا عايز قلب الإنسان دي مش أهداف إله هذه أهداف شيطانية أو إنك تكون فاقد السلام أو يمكن ما تعرفش السلام لو ده في حياتك تبقى أهدافك مش واضحة في الحياة لأنه اللي عنده هدف واضح في الحياة وهو معارفة الله هيكون عارف إن الله مصدر السلام الدائم في حياته طيب خليني دقيقة واحدة وحصلي دلوقتي من أجل الأخ فواز ما فيش حاجة تملى الإنسان أو تشبعه إلا الحضور أمام الله الحل إنك تقعد مع الرب وتفحص قلبك وإنك تتوب عن الخطيئة وإنك تعرف قلب الله من خلال الكلمة الدراسة اللي من خلال الروح مش دراسة كلام وخلاص وإنك تعرف إن هدف الله إنه يقدسك فيكون ليكم حياة ويكون ليكم أفضل الحياة في المسيح هي الموت عن الزات والموت عن الزات هيشفيك من كل الأمراض اللي فوق دي والرب يعلمك إزاي المعنى الحقيقي إنك تكون مقدس فيه وإن حياتك تكون مركزها المسيح وإنه يكون عندك دائرة من الإخوة المؤمنين للبناء تبنوا بعض وإنك تعرف أنت ابن مين وماشي مع مين خليني أصلي من أجل الأخفواز قبل ما أقفل يا رب أنا بصلي من أجل الأخفواز من أجل أسرته من أجل عيلته رب بصلي اليوم إنه يعرف في قلبه ويعرفه في قلبهم إن أنت تعرفهم واحد واحد وإن أنت عايش معهم واحد واحد وإنك شايف احتياجاتهم واحد واحدة واحدة رب بصلي بإنه زوجته تعرف من أنت الإله الحقيقي تعرف محبتك ليها تتلامس معاك اليوم يا رب بسألك انه قلوبهم تتعطش لمعرفة خاصة جدا بيك رب كل اهل بيته الموجودين امامك اليوم اللي في ذهنه واللي على قلبه هم على قلبك ايضا يا رب في اسم يسوع رفعة في هذا البيت وهذه العائلة لكل المجد والكرامة يا رب كل ما علمناه النهاردة يكون في وسط هذه العائلة وكل عائلة طلبة النهاردة وكل اخ واخت طلبين النهاردة ان هم يعرفوك انت الاله الحقيقي وانه يعرفوا قلبك ليهم ويعرفوا ان انت اللي تعرفهم وان انت اللي بتحبهم يا رب ويعيشوا معاك حياة اهدفها هي رؤية مجدك وانعكاس مجدك لكل من حولهم بصلي يا ربي بايمان اليوم انك خلصت ومجدت وتمجد ايضا في اسم يسوع اشكركم احبائي على حسن استماعكم والنهاردة تكون في اسم يسوع حلقة تكون اثمرت في قلوبكم انتم رؤية جديدة لمحبة الله ليكم والاحتياج قلوبكم لله المحب القدوس لكل المجد في اسم يسوع امين الى اللقاء اشتركوا في القناة